موسيقى اكتبوا سيرج أو بحث على اسم الوصفة لحضراتكم حابين تبحثوا عنها إن شاء الله تلاقوها بسهولة كمان بنزل سكرين شوت من المقادير علشان كل أصدقائنا اللي بيشتكوا يقولوا إحنا مش لازم كل فيديوهات إحنا ساعات مبقاش معنا بقى بمحتاجين مقادير بس طبعا من خلال الصفحة في حاجات جديدة بنزلها يعني بنزلها من صفحتي لو هي بقالها فترة اللي بتطلبوه حضراتكم بننفزه من خلال البرنامج على طول أول باول إن إحنا عايزين نلبي طلبات حضراتكم على طول لو ليكوا أي طلبات خاصة بالعيد في الفترة اللي جاية طبعا بعتونا يسعدنا جدا إن إحنا نلبي طلبات حضراتكم لكن كمان بذكر كل المشاهدين محبين بجروهي منتجات كروهي وكل الأجهزة الخاصة بجروهي دي فروع جروهي إن شاء الله فيه قريبا فرعه يفتتح قبل فرع شبرة عشان أكون صدقة وإن شاء الله بعد وعلى طول هيبقى فرع شبرة ما تقلقوش طبعا هنبقى متواصلين مع حضراتكم يريد تزولوا فروعه وتنولوا الخصم الموجود من خلال مطبخ عظيمة على قناة المحور الأهم من ده بقى بعد ما منخلص فترنا بعد ما منخلص حاجتنا نبقى عايزين طبعا ندخل المطبخ نروأ مطبخنا ونخسل لطبخ بتاعتنا وبالتالي هنستخدم الصبون السيل ولا نهاردة معايا باور لوكس وتمنى حضراتكم تجربوه احنا يعني منتعامل مع بعض في حدود الحاجات اللي أقدر أقول عليها بقلب هتكلم عنها بقلب من خلال برنامجنا من خلال القناة ما بيحبوش ينزلوا إلا الحاجات اللي ليها يعني إيه ورقيات وليها داتا وليها سي في مشرف وناس اتعاملت معاه وإحنا شخصين جربنا قبل ما نقبل المنتج فالمنتج ممتاز أسعاره ممتازة عنده الجيركن الأربعة كيلو اللي خاص بالتوفير عايز أقوله حضراتكم جربوه ما يقلش والله فعلا عن الخامة أو المادة اللي جواه ما تقلش عن منتجات موجودة في السوق بتباع وأغلى من كده ولكن فيه فرق فعلا في الساعة حضراتكم هتلمسوا ده بنفسكم سألوا بس باور لوكس في السوبر ماركت إن شاء الله ينون إعجاب حضراتكم قبل ما أبدأ أقول أي حاجة أنا طبعا هقول المينيو كده سريعا إن شاء الله برضو هتكون لطيفة عندنا بتنجان بتنجان ده بيتقدم ساعات في الصحور ساعات بيتقدم على مئدة الإفطار أنا عن نفسي كنت بتصحر في مكان ونزله البتنجان اللطيف ده بالفلفل للألوان والتوم والكمون والأمون وكانوا قالينه كده نص ألية ما كانش مستوي يعني والدان ما كانش مستوي 100% ممتاز فطبعا أنا بصراحة عجبني الفكرة جدا فحابرت إن أنا يعني نعمله نعمله مع بعض كمان هنعمل النهارده ورقة لحمة كده سريعة بس معها خضار عندنا شفاية خضار حلوين نحطهم مع أي نوع لحمة موجودة عندنا حضراتكم ما فيش مشكلة ما تلتزموش بحاجة ضرورية هنعمل البلح باللبن بطريقة لطيفة لأنه طبعا ليه محبيه في ناس أساسي عمدها البلح باللبن على مئدة الإفطار خلينا دلوقتي نقول دي ما قدرنا النهارده لكن قبل ما أبدأ في أي حاجة هنطلع فاصل صغير وهنرجع إن شاء الله بعد الفاصل نبدأ أول وصفتنا مستنقى حضراتكم ورجعنا لكم وشاهدين يا كرام مرة تانية بعد الفاصل هنبدأ إن شاء الله نقول مقدير ورقة اللحمة لطيفة كده بالخضار خفيفة تدخل الفرن تطلع حاجات خفيفة كده الحاجات في الفرن تبقى سريعة جدا خفيفة جدا وسهلة جدا خلينا نقول عندي ورقة اللحمة بالخضار شرايح لحمة ممكن تبقى لحمة كباب حلا ممكن تبقى شرايح اللي موجودة عنده حضرات اللي انتوا عايزينه بصل لو في بصل أو ورمة الصغيرة هتبقى ممتازة ما فيش هنعمل البصل جوليان كده لطيف عندي جزر وكرفس بطاطس طوم كوسة فاصولية بروكلي كرات لو فيه طماطم اللي يعجب حضراتكم حطوا في ورقة اللحمة كخضار هنكهها بإيه بورق لورة وجسط الطيب وعود قرفة ملح وفلفل وبهارات وزيت وملح وفلفل طبعا ده أساسي هنعمل بقى ورقة اللحمة شرايح لحمة بصل جزر كرفس بطاطس طوم كوسة فاصولية خضرة كرات بروكلي وطماطم عندي ورق لورة وجسط طيب عود قرفة ملح وفلفل وبهارات اللي هي السبع بهارات العادية وزيت أو بهارات لحمة اللي موجود عايزين تحطوا كبابة صيني براحتكم هنقدم معها رز بالشعرية طبعا حضراتكم عارفين ما أدير رز بس هنقولها برضو عندي رز حوالي كبايتين رز نصف كباية من الشعرية أو كباية في ناس تحب الشعرية كتير ورق لورة ومستيكة يعني مستيكة كده حبة هنتين وملح وزيت ومية لو عندي شربة أو مرأ طبعا هأسقي بيه لو مش موجود خلاص هيبقى المنكهات دي كافية جدا أول حاجة هعملها أخد كده بسم الله رحمن ممكن نعمل الورقة دي نيف نيف وممكن ندي هنا تشويحة للخضار ونحط معهم اللحمة من فوق أنا هلبس بس الجلافز كده وهبدأ أشتغل على شراح اللحمة أي نوع لحمة تبقى عند حضرتك تشتغل بيه على فكرة تتعمل لو عندك حتى مفروم اعمليه كفتة ببصلايا وملح وفلفل وكواريه وحطيه في وسط الخضار وتطلع ورقة بالكفتة جميلة جدا ما فيهاش حاجة اللي موجود ينفع نعمله أي حاجة هبدأ كده أفتح هنا بسم الله الرحمن الرحيم هاخد بقى هنا تشويحة كده مع البصل بسم الله وعندي وطوم بسم الله الرحمن الرحيم وهاخد كده معلقة خشب وطو فيهم بسم الله شريح اللحمة كده وبعدين هديها رشة من الملح والفلفل خانيني أجيبه ملح والفلفل كده خلال خلال وفلفل وفلفل حيث انظم حاول نغطي حاول خلال وفلفل صيحة الضم الوقت بريض 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 ملح سهل الله سهل الله الحمد لله الحمد لله، الله يبرك منك يا حبيب الإسلام يا رب، التطيق إن شاء الله، آمين يا رب لينا ولكل السامعين يا رب. آمين يا رب العالمين. قولي يا روحي، قولي لي، البسكويت أنت هتعمليه نشادر، هنعمل نشادر وبرتقان وقرفة وزبدة وكل حاجة. إحنا آخر أسبوع إن شاء الله من رمضا، قبل آخر أسبوع من رمضا، يعني آخر كم يوم من الأسبوع الجاي. هنبدأ بالأسبوع اللي جاي إن شاء الله آخره. بإذن الله، وصفات العيد. أبعد بقى السلامات؟ طبعا، طبعا يا حبيبتي تفضلي. أبعد سلامي لما دام أحلام المهندسين، وبابعد سلامي لرورو، والأستاذ مرزوق، واما مايكل، وما دام عمل، والبنتها الدكتورة أماني، والإعلامية نادا، والإعلامية مريم، وبقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، وما دام سامية في اسكندرية، أيوة، وما دام عزة في السعيد، والفاطمة، ومريم المرامي، أيوة، ماشاء الله، وما دام أستاذ أحمد المخرج، وكل سنة وحضرتك كنت طيب، سامع يا أستاذ أحمد، أهو، بيشكر حضرتك جدا، العفو، أقول له وتشكره، أقول له كل سنة وحضرتك طيب، حضرتك بألف صحة وسلامة، مادام سيهام، حبيبة قلبي، مرسي قوي، يا روحي دنورتيني، وشرفتيني، يا حبيبتي، تسلميني، مرسي، وربنا ما يحرمني من سماع صوتك، طيب، أنا هاخد كده، هاخد كده، البايركس، ممكن أحطه في البايركس على طول، ولو أن أنا أفضل أعمل في ورق كده، كده، لك سلامات خصوصي يا أستاذ أحمد، أنا مش عارفة والله، أنا اتفاجئت زي زيك بزيك، كده، هناخد بس إيه ورقة زبدة حلوة كده، هنا، ونبدأ بقى إيه، هنضيها هنا لشيف بتاعها، هنبدأ بقى ناخد الخضار الحلو ده، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا، مع اللحم الأمر دي، كده، شايفين حضراتكو، هني أشيل ده من هنا خالص، وهحط عليها، هنا، شرايح بطاطس، هنا، كده، ما عنا مؤسلم حبيبتي؟ يا حبيبة قلبي، عملا إيه يا روح؟ الحمد لله يا حبيبتي، منور الدنيا كلها، يا روحي، منور بيك والله، يبسؤالكو علي، يا روح قلبي، قلت لك قبل كده، ننتي غالية عندنا، مش بسنجي أي حاجة، يا حبيبة قلبي، ما ينفعش يا حبيبتي، لازم تكوني معنا مباشر كده على طوح، عناية ليكو والله، تسلم عينيكي، حبيبتي، تسلم إيدك على كل اللي، أنت بتعمليه، حبيبة قلبي، حبيبتي تسلمين يا رب، والله مش قادر أقولك، أنت أكتر أكتر بوس وأحدان قد كده، يعني أنا خايفة على خدودك، لحسن أكلهم هم، تسلمين تسلمين، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، يا روح قلبي، إن شاء الله، يا حبيبتي، ربنا كده يديك الصحة والعافية، يا رب، ويخليك ولي يا رب، أعيز أشكرك على الرز على البخار، أيوة، عملتي، ما شاء الله، ما شاء الله، فرق المصري من البسمتي، طبعا، يعني هو البسمتي طلع رائع، لكن المصري طلع ناجف شوية، بيبقى في سن كده، يعني بيقرش كده، صح؟ صبت كده، إحنا بقى لأ، إحنا نعمله بالبسمتي، نوع صحي وأحسن، أه، لأ، فعلا، أنا عملتهم برح بالبسمتي، تلع رائع بجد، والله تسلم إيديكي، لأنه ده نفسك وتعبك، والله العظيم، الحاجات اللي أنت بتشوفيها برا، وبتيجي تنفجيها لنا، ربنا يبارك لك عليها، ربنا يخليك يا قلبي، ربنا يخليك يا حبيبتي، وبشكرك، كديك، يعني تقدر أقول لك ايه على قلبك الجميل، قلبك كبير قوي، و هارف أقولك ايه، ربنا يجبر بخاطرك، يروح قلب، خاطر الناس، يعني هريك يا رب، أقدر أقول لك يعني بعد مكالمة انبارح، كفيل، أمين، فأقدر أقول لك يعني ربنا يجبر بخاطرك، فعلاً، قد ايه المكالمة دي ساعدت الناس، حبيبتي، 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 تتريش كده، هما يستاهلوا كل خير الناس الكويسة بصي من القلب للقلب بس خلاص احنا من القلب للقلب الحب بيوصل إشارات ربنا يا ربي دي من محبة بين الناس كلها أنا أقولك أكتر من أنت جميلة لكن جواكي أجمل كل الناس اللي بتكلمك لازم تعرف فعلا أن أنت جواكي أكبر بكتير وأحلى بكتير من اللي احنا بنشوفه كده على الشاشة ربنا يخليكو لي والله فضال يا روح قلبي عندي واحدة صاحبتي عايزة تعمل الكحك بالملبن لكن بتقولي كل ما بتيجي تعمل الملبن بيلزق فمش عارفة هي تكوّره إزاي قلت له أنا هسألك طبعا أنت عارفة أنا السنادي من عناي آه أنا عارف مش هعمل يعني أنت السنادي هيجي لك يا جميل أنت السنادي هيجي لك لحد البيت يا أمر كل حبايدنا بس تحديث سنة على الشيف قدري إن شاء الله ربنا يرحمه يا رب دو أقولك إن شاء الله ده أكيد طبعا ده شرف لي أساسا ربنا يخليكي عايزة أبعد بس يعني تهنيئة برمضان وللقلب الكبير ربو الفنان الجميل خالد زكي يا حبيب يا حبيب أنا بقوله كل سنة وأنت طيب أيوة وتسلم على كلامك الجميل قوي قوي وفعلا كلامه فعلا في محله ربنا يبارك لك يا أستاذ خالد يا رب يا رب حبيب أنت يوم الفنانين المحترمين فعلا بشكرك يا أم إسلام أشكر كل كل برنامج الله يخليك يا روحي شرفتيني ونورتيني بحفظ الله عليكم السلام طيب أنا قبل ما أطلع فاصل هدوم صوتي صوت أم إسلام وهو على التحية من برنامجي للفنان الجميل خالد زكي فضقت بي مبارح وبشكرك كنت سعيدة جدا بوجود حضرتك وكلامك الرائع وحقيقي الكلام بي نوم يعني شخصا لما بتبين شخصيته كلامه وطباعه وأسلوبه فيعني مش عارف أقول إيه لكن واشكر حضرتك جدا حضرتك وجهة مشرفة فنانين جمال جدا كتير بنحترمهم في مصر وهم واجه لنا برضو برا مصر واشكرهم ووجلهم تحية من خلال برنامجي مطبخ عظيمة واسمحوا يبقى بعد الكلام الجميل ده نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نبدأ نكمل باقي وصفاتنا استني يا حضراتكم ورجعناكم مشاهدين الكرام مرة تانية بعد الفاصل أنا دلوقتي هعمل حاجة بالنسبة للبتنجان أنا هقليه نص آلية مش عايزة سويه قوي إيه الفكرة من عدم تسويته قوي إنه هو يعود معنا فترة في التلاجة محتفظ بشكله ومحتفظ برضو بإنه هو ما تهراش مني طلعت كل الحاجات اللي فيه في الآلي أصلا المفروض إن أنا مقليش البتنجان أصلا يعني بس أنا الوصفة لما كلتها كده كانت لطيفة وهم كانوا مضحرجين وفي شوية زيت قليلين فأنا هعمل كده بالفعل هاخد الحلة الصغيرة دي هنا وهاخد شوية زيت صغنانين أدقليجهم فيه مش كمية الزيت اللي إحنا متعودين عليها خليني أحط هنا طيب ننزل مقديل البتنجان وإحنا نزلنا الرز بالشعرية هنبدأ فيه برضو هو كمان أهو بسم الله الرحمن الرحيم نقول مقديل البتنجان عندي المخل البتنجان بالفلفل الألوان بتنجان عروس وفلفل الألوان مثلا هناخد نصف فلفلية من دي نصف فلفلية على حسب كمية البتنجان اللي حضراتكم عايزين تعملوه وعندي طوم مفروم طبعا فلفل أخضر مش ضروري يكون حراء ممكن يكون فلفل أخضر رومي وملح وفلفل عصير لمون زيت زتون ومانيا خلاص أنا عندي كده معلقتين زيت حمر فيهم البتنجان ده سخن بس النار هنا يسخنوا شوية بصوا ماسك نفسه شوية عايزة ولي حضراتكم بصوا شكله لما ترجعوا هتلاقوا ماسك نفسه شوية يعني ايه مش طاري قوي قوي مش زي الزبدة كده يعني ماسك نفسه حبة شوية علشان يبقى لطيف بيتعمل دافي لو على الصحور في كمان الأصغر من اللي أنا جايبا ده الصغير خالص بس الحياة ملقناش منه النهاردة الصغير خالص ده المقلبز بيتعمل بيبقى تحفى بيبقى دافي كده ويتقدم هو دافي على الصحور مع اللبنات ومع الجبنة بالطماطم ومع طاجن فو اللطيف مع قملات بيبقى جميل جدا وعلى فكرة مش بيبقى حامي مش بيبقى حامي زي المخلينه يعني بيبقى طعمه كده خفيف وفلات تمام طيب أنا هعمل ايه عايزة اجرب كده هنا بس الزيت بسم الله لسه شوية زيت صغيرين خليني هنا اشتغل فل الرز أنا سخنت هنا الحلة هبدأ احط شوية زيت نباتي بسم الله الرحمن الرحيم وهحط لو حابين للطعم حضراتكم حابين تحطوا قطعة زبدة او قطعة صغيرة كده من السمنة ترجع لحضراتكم للطعم يرجع لكم لكن انا بنكي هنا عندي بالمستكة يعني حتى لو انا بستخدم زيت انا احط فصين اهو بسم الله من المستكة نقطة زيت كمان هيدوبوا جوه وهنوح فيهم الشعرية الحلوة دي وحط معهم الرز البتنجين لسه شوية عليه خليني بقى ايه نجرب كده الباور لوكس بصوا الباور لوكس عشان بس حالك تبقوا شايفين اهو علشان انا حابة بس تشوفوه علشان ايه اه بصوا جربناها في الاتباق جربناها مش عايزة بس سعر فرق كزا جنيه مش مش حاجات بسيطة يعني خلاص هلعبع الجلاف ده وهلبس واحد تاني ونبدأ بقى نشتغل في حاجتنا اه جربوا ان شاء الله العبوة كبيرة وسعرها كويس جدا يعني ممكن بمقام عبوة من انتوا بجوهوتين يبقى عبواتين من باور لوكس طيب هبدأ كده البتنجين بدأ شوية حط هنا بس اهم حاجة بقاش فيه ميا عشان ما يترطر زيت على حضراتكم مهم قوي الموضوع ده الصغير اللي بيبقى الحجم ده بيبقى جميب جدا انا ده اللي قصوده اللي هو بيبقى الحجم الصغير ده ويبقى دافي كده مع أطباق الصحور بيبقى جميب جدا على فكرة ومحش فلفل الوان مختلف شوية عن حشوة تقليدية اللي احنا بنعملها المستيكة شميث ريحتها ساحت كده هنا وهي هبدأ حط بسم الله الرحمن الرحيم الشعرية هنشوح معنا مدام أمل أهلا وسهلا أهلا بيك إزايك يا ربي ما عامنا إيه يا حبي أهلا بحضرتك يا فندم إزاي صحتك الحمد لله الحمد لله رمضان كريم على حضرتك وعلى أسرتك وعلى الناس كلها يا ربي وعليك وعلى أولادك يا حبيبتي أمين يا رب العالمين وعش مبروك لنجاحهم يا حبيبتي ورحمة ربنا في قلوب كل الناس اللي بتشوفي يا روح قلبي ربنا يخليكوا لي يا مدام أمل والله تسلميني رحمة ربنا في قلوب الناس دي بتشوفي عنك إزاي خلي بات دي حقيقة يا فندم دي حقيقة الحمد لله على كل شيء الحمد لله دائما وأبدا يا فندم اللهم أمين يا رب أنا عايز أشكر مدام السهم لأنها بتفرح قلوبنا بكل الناس اللي بتذكرهم في سلامتها يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليك أمل وبنتها الدكتور أمين ماشاء الله ماشاء الله والله بتفرح قلوبنا وربنا يسعد قلبها يا رب ويسعد قلوبكو جميع عن كل السمعين واللي بيشوفون يا فندم والله الله يخليك وأنا ببعد سلامي كمان زيادة لمدام أمو إسلام ومدام سميرة يا حبيبتي تسلمي وأكيد وصلهم الله يخليك يا حبيبتي وعايزكي بس تقوليلي على كفة الدود دي عيني يلتنيه حالا دلوقتي بعد ما حك تقفلي هقولها لي تؤموري مدام أمل وشرفتيني ونورتيني باتصالك يا حبيبتي بعض الشر عنك عيني الاتنين ليكي عيني الاتنين ليكي حاضر يا فندم حاضر نورتيني وشرفتيني تفضل يا فندم بحفظ الله يا حبيبتي أمين إحنا وستمعين يا رب العالمين إسلامي يا حبيبة قلبي مش عارفة أقول لها إيه والله أنا بشكركم جدا أنا بجد ربنا أكرمني وبشكركم جدا وبشكر ربنا قبل أي شيء بجد والله محبة دي فعلا بتاعة ربنا الحمد لله على كل شيء طيب أنا هنزل كفة الدمود باشا آية معايا آية ما أنا هقول طيب إحنا هنعمل إيه إحنا عندنا حاضر من عيني عندي كفة الدود باشا لحمة مفرومة هجيب لحمة مفرومة هحط عليها بصلايا مبشورة وهحط عليها فصين طن مبشورين والمناكهات بقى ممكن فيه ناس بتحب تضيف لها فلفل رومي بس مش حامي حاجات بسيطة قوي مفروم ناعم جدا نص كيلو لحمة مفرومة ملح وبصل وفلفل ربع معلقة صغيرة من الزعتر هننكيها وبعدين هنحط فلفل اسو ثلاث معاني من الزقيق دول هقول لحالك هنعمل بيهم ايه بعد ما نكور الكفتة بالحاجات دي هنعمل ايه بقى هناخد اللحمة بتاعتنا هنروح منكهتنا بالبصل والملح والفلفل وشوية الزعتر وفصلين التوم ونعملها كويس بأيدينا كأننا بنعمل كفتة نتكورها كور مدورة كور الصغيرة دي وبعدين أخدها أخدها أحطها في ممكن معلقتين زيت أو في معلقتين زيت وقطع الزبدة هشوحها فيها أنا بعمل ايه ببضرها بدي ايه الدي ده بيديها لون كرامل كده حلو وبيديها بعد كده تخانة في الصوص اللي هحط فيها بعد محمرها فبنعمل ايه بنحطها في الدي كده تبديرة زي ما بنعمل الفاني كده وننفضها منه وننزلها في التشويحة الزيت ومعلقة الزبدة وأروح مديها ايه التحميرة دي أحطها بقى في جمع أبدأ بقى أجهز بالصل عبارة عن ثلاث خصوص من الطعم ونص معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة فلفل اسود وطبعا لو حابين تحطوا فلفل حامي أو فلفل خفيف هنحط بعد كده بقى لتر من الطماطم اللي مضربة في الخلط ومتصفي هدوز على الصوص ده كياني بعمل صلصة تفتى تمام وبعدين ملح وفلفل وعايزين تحطوا معاها رشة من البهرات المقصة مع بهرات العادية نحط وبعدين أضيف فيه كفتة وهتبدأ تغلي غلوة حستها لسه مستودش هضيف عليها كباية من المرأة أو من الميا على حسب ما حضرتك متوفر عندك هتغليه على النار عايزة بقى أضيفي معاس بيها زي ما هي كده بالصلصة تبقى كفتة داود باشا لوحدها عايزة تضيفي معاها مكعبات بطاطس برحتك في ناس ساعات بتحب تضيف معاها حاجات لكن أنا عن نفسي بعملها سادة زي حضرتك تقدم معاها رز بشعرية رز أبيض زي ما حضرتك تحبيه صحة وهنا على قلبك طيب أنا دلوقتي حطيت الرز بالشعرية وحطيت الميا واتفقنا الرز بشعرية كل الرز مصري كل كباية عليها كباية من الميا السخنة مغلي في الكتل حطيت مياه سخنة أول ما بيغلي الرز كده أهو وطيت عليه النار هيبدأ يتشرب ويقى تمام البتنجان أهو قدامي هحاول أطلعه دلوقتي وأنا مع حضرتك لحد ما ترجعوه بعد كده بعد الفاصل بصوا الحتة اللي هي اللي هو يبقى دافي وطبعا يفضل الصغير أو يقد حجم الصغنونة خلص اللي أنا عاملاها أنا مش عايزة يبقى مستويج كثير عايزة محتفظ بشكله كده خلاص أنا دلوقتي طلعته هسيبه هنا يهدى مش هعمل أي حاجة من الصاص لحد ما حضرتك نطلع فاصل صغير نرجع بعد الفاصل نكمل بقى وصفاتنا نستنى يا حضرتكم ورجعنا مشاهدينا كرام مرة تانية بعد الفاصل بصوا دل بتنجانة اللي اتحمر دلوقتي بصوا قلبه أبيض وجميل بيبقى صخن روعة طبعا هو صخن في إيدي جدا هنعمل بقى التدبيلة بتاعته عندي الفلفل للألوان شوية كده وشوية من الفلفل الأخضر الرومي مش حراء ولا حاجة عشان أصدقائنا اللي ما بيحبوش حامي فصين طوم خفاف مش كتير وقادي عصير اللمون شوية الكمون وعندي طبعا ملح وعندي فلفل أنا عايزة نزل مقدير البلح باللبن بعد ما أبدأ أحشف ده علشان نعملها لأنه حطى اللبن يدفع على النار عشان أصدقائنا اللي بيحبو موضوع البلح باللبن هنعمل كده هنعمل كده تبقى كده صغنونة جيب بس طبقي طبقي التقديم بتاعي فين يلا هاتلي واحد أبيض كده وناخد هنا مش قادر أقول لحضراتكم طعامه جميل جدا طمش كتير بس دافي جربوه بس دافي كده جنب السحور أو حتى في الفطار لو حابين بيتعامل بقى الحجم الصغير ده وبيتكل بيبقى جميل جدا طيب هننزل مقدير البلح باللبن مقدير البلح باللبن إحنا طبعا عندنا البلح الأبيمي الأصواني طبعا رائع ممتاز لكن الأنواع الموجودة كلها كويسة حضراتكم نجيب البلح عندي شوية من اللبن وعندي طبعا مش هحط سكر أنا بصراحة مش هكذا بقليك ولكم بحط سكر معلم أنا ما بحلهوش خلاص ممكن نبقى معلقة عسل واحدة لو حبي عندي كباية بلح مجفف وعندي أربع كبايات لبن ساخن اللي هي حوالي لتر عسل أو سكر ده اختياري على حسب محضراتكم عايزين يعني معلقة سكر أو معلقة عسل فانيليا سبيب جوز هند ونبقى كده إيه مقدير البلح أنا بقى ليه بحطها الجوز هند بطعم طعم البلح بيديني طعم حل المتعود بقى للطعم يعني اللي هو ما فيهوش جوز هند ما يحطش بس هو بصراحة بيبقى جميل جدا أنا هبدأ بقى إيه بصوا البتنجين طبعا أنا عندي هنا كمية روعة أقدر أكمل كده وهنبدأ بقى حطت اللبن يغلي أحلى حاجة تطري البلح بسرعة نحن اللبن يكون سخن خلاص هحط فيه الفانيليا وهحط فيه شوية جوز هند وبعدين هضيف البلح وهقلبه وهيبقى إن شاء الله أحلى بلح تكله سكره طبيعي جدا خليني بقى حط الطبق الجميل ده حط الأول الفانيليا سلام وحبايب شوية الفانيليا شوية جوز هند يده بمعلقة تطعم بس البلح للي مش حابب يحط كمية كده اهو غليته وبعدين هحط بقى البلح الأمر ده يعني فصصتوه طلعت منه النواء النواء ما ترموهوش قالوكم هنعمل بي ايه جمعوا النواء بتاع بلح رمضان هنعمل بيه حاجات حلوة قوي ممكن نعمل بيه بونو نعمل بيه حاجات موصفات رائعة جمالية بصوا ناخد بقى نصيحة البلح الحلوة دي بصوا البلح حطيته أهو هيغلي غلوة مع الطعم ده والله هتجربوه هيجبه بصوا بقى أنا حط شوية زبيب معلش فيه سكر مش محتاجة سكر طيب عندنا نصحتنا النهاردة الناس اللي بتشتكي من الصدع والدوخة ساعات في رمضان طبعا السيام بيجهد طبعا نسبة السكر بتقل ده اللي بيسبب لنا الحاجات دي وخصوصا الناس بتعودها على منبهات طيب ناخد حبتين بقى ثلاثة من الطمر ده بيعد المستوى السكر جدا في الدم يثبتنا جدا على الفطار قبل ما ويثبت نسبة السكر جدا قبل ما ناخد أي مشروب فيه نسبة سكر عالية تمام أحلى حاجة تثبتنا وتخلي الصدع يثبت وبعد الفطار تحسوا أنكم في موض أفضل ومش محتاجين تاخدوا حاجة للصدع صدقوني طيب أنا حطيت اللبن هنا يغلي يلا هنقدم فيه اللي تبقى البلحة تايا هادي وعندي هنا معلقة واحدة بس من العسل بصوا أنا حطيت معلقة زبيب ممكن اكتفي بيها كسكر وكفى السكر في البلح سأنا هحط معلقة كده أهو معلقة واحدة عسل لو عايزين تدعمه يعني الطعم ويبقى طعم ممتاز بصوا بقى الطعم البلح ده مش قادر أقول لكم على جماله أخدوا بقى منه كده كوباية أو معلقتين كده على الفطار الله روعا وكأصنف حلو هو صنف حلو فعل تعييي هنبدأ بقى نقدمه كده أخد هنا بسم الله تسلم ياحمد ده نحط هنا هتسيبوه بقى في اللبن السخن ده عايزين بقى بعد كده تبقى منه نشيل بقى في علب أزاز نحطه في التلاج هيفضل بقى طاري وجميل واستخدموه على مدار رمضان أو على مدار تاني يوم نستخدمه ودي البلح وبكده طبعا الحلقة بتاعتنا طبعا تكون خلصت وأتمنى يا رب أن طبعا أشوف حضراتكو دايما في أحسن صحة وأحسن حال وربنا دايما يجمع كل الأحبة ويهدي النفوس لبعض جدا ونبقى دايما كده في محبة بنا وبنبعض محبة في الله ودي أحلى حاجة على فكرة اللي من غير مقابل دي هقدم ده كده ونحط ده طيب الملبن سريعا عشان ما دامسي هامحة أم إسلام سريعا الملبن نديره فتفوتت زبدة فتفوتت زبدة وأعمله وأكوره بعد ما يتحط في معلقة الزبدة ويسيح أسيبه شوية يهدى لازم أكوره إيدي فيها حاجة دهنية إن شاء الله حتى بتاعة زيت وجوانتي وأكور مش هيلزق أبدا مش هيلزق أبدا وفي طريقة تانية قدر أخذه زي ما هو قطع من غير ما سياحه خالص قطع كده بالسكينة وبضره بالسكر البدرة ودخله جوه الكحكاية عمره ما هيلزق في إيدك وهيبقى قطرة يا رب تكون الحلقة خفيفة على قلوب حضراتكم أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا الحلقة جديدة بألف صحة وسعادة يا رب العالمين وسلام عليكم اشتركوا في القناة